في كبسراحة الأداء كان أكثر من رائع مشاء الله كلهم بهمة عالية وبدي أشكروا جد اللاعب أناس عوضات كان يعني بلعب بقلبه ريوب ومشاء الله سريع جداً فكتير لفت انتباهي والباقي اللاعبية مشاء الله عليهم برضو ومشاء الله الفوز دائم بس thank you هي مبارات كانت تحضرية للمباراتنا ضد الكويت كويت يومتين الاثنين إن شاء الله مباراتنا الأهم هي تاعة اليوم الاثنين إن شاء الله الوحيدات مطالبة بالفوز منتيجة مش مطالبة بس بالفوز عشان يتأهل بإذن الله رح نكون مساعدين جداً هذه المبارات وإن شاء الله ثلاثة أو أربعة صفر ضد الكويت الكويت بإذن الله يعني حسين إربد هاي السنة تقريباً استخطب جميع النجوم المنتخب تقريباً منافسة شرسة هاي السنة وحدات فيصلي حسين إربد بس أتوقع الحسين إربد نفسه ورح يكون طويل على الدورة عشان نسا ما لعب الدفع المقدمة ما لعب الدفع فيصلي ما لعب الدفع الوحدات بس بإذن الله دوري أخضر هاي السنة أوكي الحسين إربد ما إجا فيه ولا هدف لحد هاي اللحظة بس إن شاء الله الوحدات رح يجيب الأهداف فيه إن شاء الله وبنحكي للفريق إنه شوي الأداء يعني متراجع شوي يعني بدهم شوي لسه يعني وإحنا طبعاً بورات الكويت هاي لحسبة غير طبعاً أنت مش غشيم عن هاي الشغلات وألف مبروك على ثلاث نقاط وقادم أجماً إن شاء الله أولاً بسم الله الرحمن الرحيم منترحم على شهداء غزة وإلى الله يشفي جرحاهم طبعاً أداء بروفا لمباراة الاتحاد الأسوي مباراة بدنا من ثلاث نقاط بينها أخذناها طبعاً المركز الثاني والأخير نفسه عند الوحدات الوحدات بنافس على كل البطلات بنافس بطول الدوري وما أظن الوحدات قادر أنه يأخذ بطول الدوري وينافس بالاتحاد الأسوي بإذن الله مباراة أحضرية وكان الهم تاعها لثلاث نقاط وجبناهم وإن شاء الله مباراة الكويت لكويتي راح تكون أحسن وإحنا قاعدين ندعو الجماهير والحمد لله رب العالمين على الفوز وإن شاء الله لقدام مستويات أحسن ما توقعاتك لمباراة الكويت لكويتي؟ فوز إن شاء الله 2-0 مبدأيا اليوم نادي الوحدات ما قدم يعني اللي عليه بالمرة اللعيبة اللعيبة والرتم اللعيبي جدا بطيء واضحة المشاكل الفنية والإدارية داخل المنظومة في مشاكل بين أنهس العوضات والمدرب أصبحت باينة على الخط الآن المطالبين اللعيبة بالفوز على نادي الكويت لكويتي بنتيجة والمطلب الثاني هو المطلب للجمهور ما تعودنا على جمهور الوحداتيك ما تعودنا على هاي الأعداد اللي كانت موجودة المطلوب من جمهور الوحدات أنه يعني أنه يكون فيه طوافان جمهوري كبير يوم الاثنين مباراة الكويت لكويتي ومطلوب المطلب الثاني من اللعيبة هو الفوز بنتيجة كبيرة وبدأك تحط المباراة العهد والفتوى على جانب مطلقا بدك تشوف أنت بدك تبه الملعب أقل إيش لازم تفوز 2-3-0 أقل الحالات 2-3-0 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر